لمستوى نقاط الدخول والقيام في حالة انتقال العدوى بالبحث الفعال والتلقائي للأشخاص الحاملين للعدوى بهدف كسر سلسلة انتقال فيروس كورونا كوفيد 19 بسرعة كما جرت العادة منذ بداية الجائحة تطبيق حجر جزئي منزلي من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة السابعة من اليوم المولي على ولايات باتنا بجايا البليدة تيرمسان تيارد تيزيوزو الجزائر العاصمة سطيف سيديب العباس قاصنطينة عنابة لمدية وهران برج بوعريج واتيبازا عين الدفلة وذلك لفترة مدتها 15 يوما تطبق ابتداء من يوم السبت الثلاثين ماي إلى غاية يوم السبت 13 جوان 2020 تمديد العمل بنظام الحجر الجزئي المنزلي بالنسبة لباقي الولايات من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السابعة صباحا من صباح اليوم المولي لفترة مدتها 15 يوما تطبق ابتداء من يوم السبت الثلاثين ماي إلى غاية يوم السبت الثلاث عشر جوان 2020 وبهذه المناسبة فإن الحكومة تدعو المواطنين والمواطنات إلى مواصلة الجهود المبذولة في مجال الامتتال لتدابير النظافة وإلزامية ارتداء القناع الواقي والتباعد الاجتماعي وكذا جميع التدابير الوقائية التي تمليها السلطة الصحية من أجل المساهمة في كسر سلسلة تفشي وباء كوفيد 19 وإنه لبفضل استمرار المواطنين في التجند لأمكننا أن نعزز النتائج المشجعة التي بدأت تبرز على مستوى بعض المؤشرات الوبائية وقد ظوحظا يقول البيان بالفعل أن الولايات التي تقيد فيها المواطنون بتدابير الاحترازية الضرورية لحمايتهم وحماية محطهم قد حققت نتائج همى غير أن هذه المؤشرات تبقى هشة وقد تجهد تدابيرا سريعا في حالة التهاون في الانضباط وفي سلوكنا في مجال تطبيق التدابير الاحترازية المتخذة حيث يمكن أن يؤدي ذلك بالسلطات العمومية في هذه الحالة إلى تعزيز تدابير الحجر من جديد مشاهدين الكرام نعيد التذكير بهذا البيان الصادر عن الوزارة الأولى والذي يتعلق إجمالا برفع الكل للحجر الصحي على أربع ولايات وهي سعيدة تيندوف إليزي وتامن رأسط وذلك بعد ظهور مؤشرات جديدة بخلال التعامل مع وباء كورونا وهي كما يقول البيان النتائج الإيجابية التي سجلت من حيث المؤشرين التاليين استقرار عدد الحالات الجديدة التي تم إحصاؤها خلال فارق زمني مدته 15 يوما من 11 ماي إلى 26 ماي 2020 وكذلك المؤشر الثاني معدل التكاطر الأساسي في هذه الولايات الأربعة المذكورة لذلك التي يقل عن واحد علما أنه في حالة العدوى الكبيرة فإن معدل هذا التكاطر يزيد عن ثلاثة كما تجدر الإشارة يقول البيان إلى هدين المؤشرين يشكلان هدفا يمكن أن تحققه ولايات أخرى وفق دراجة الامتتال للقواعد والتوصيات الصحية وسيكون هذا الإجراء للرفع الكلي للحجر الصحي مرفوقا بالإبقاء على نظام التأثير الصحي الصارم على مستوى هذه الولايات مع تعزيز المراقبة الصحية على مستوى نقاط الدخول والقيام في حالة انتقال العدوى بالبحث الفعال والتلقاء للأشخاص الحاملين للعدوى بهدفك السلسلة انتقال فيروس كورونا كوفيد-19 بسرعة كما جرت العادة منذ بداية الجائحة تطبيق حجر جزئي منزلي من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة السابعة من صباح اليوم الموالي على ولايات التالية باتنة، بيجاية، بليدة، تيلمسان، تيارت، تيزيوزو، جزائر العاصمة ستيف، سيديب العباس، قسنطينة، حنابة، لمدية، وهران، بورش بوعريش، تيبازا وعين الدفلة وذلك لفترة مدتها 15 يوما تطبق ابتداء من يوم السبت الثلاثين ماي إلى غاية يوم السبت الثلاث عشر جوان 2020 وذلك بعد تمديد العمل بنظام الحجر الجزئي المنزلي بالنسبة لباقي الولايات من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السابعة من صباح اليوم الموالي لفترة مدتها 15 يوما تطبق ابتداء من يوم السبت الثلاثين ماي إلى غاية يوم السبت الثلاث عشر جوان 2020 وبهذه المناسبة فإن الحكومة تدعو المواطنين والمواطنات إلى مواصلة الجهود المبذولة في مجال امتتال لتدابير النظافة وإلزامية ارتداء القناع الواقي والتباعد الاجتماعي وكذا جميع التدابير الوقائية التي تمليها السلطة الصحية من أجل المساهمة في كسر سلسلة تفشي وباء كوفيد 19 وإنه يقول البيان لبا فضل استمرار المواطنين في التجند لأمكننا أن نعزز النتائج المشجعة التي بدأت تبرز على مستوى بعض الولايات أو بعض المؤشرات أقول الوبائية وقد لحظ بالفعل أن الولايات التي تقيد فيها المواطنون بالتدابير الاحترازية الضرورية لحمايتهم وحماية محيطهم قد حققت نتائج همى غير أن هذه المؤشرات يقول البيان تبقى هشة وقد تشهد تدورا سريعا في حالة التهاون في الانضباط وفي سلوكنا في مجال تطبيق التدابير الاحترازية المتاخذة حيث يمكن أن يؤدي ذلك بالسلطات العمومية في هذه الحالة إلى تعزيز تدابير الحجر من جديد انتهى نص بيان الوزارة الأولى مشاهدين الكرام بهذا نختم نلقاكم في وقت قريب بحول الله السلام عليكم اشتركوا في القناة